جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي هنتكلم فيها عن الخروج المزل للنادي الاهلي وهنتكلم فيها ونحل الأداء مرس الكولور اللي بقى غريب وغير مفهوم بالمرة وخروج النادي الاهلي النهاردة وي ساندونز ادر اللي هو يقصر عقدة النادي الاهلي بعد اللي عملوا النادي الاهلي فيه لمدة 3 مواسم متتالية وبيخرج ساندونز من دوري أبطال إفريقيا النهاردة النادي الاهلي كان عاجز أمام ساندونز النهاردة رغم رقلة جزاء وفرص وسيطرة كاملة على المبرام للنادي الاهلي لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر عايز أقول ألف مبروك لساندونز الجنيب الإفريقي لعب بتاكتك مفهوم مع مدرب مخضرم مع مدرب عرف ياخد من المباراة اللي هو عايزه ويقص النادي الأهلي في عقر داره وأمام جماهيره وفي استاد الرعب زي ما لقبه جماهير النادي الأهلي قبل كده بعد ما خرج ساندونز بيقص النادي الأهلي النهاردة من المباراة ولكن النهاردة نعايز أتكلم على كم نقطة للنادي الأهلي بص يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش غير بالعدل وما بيرضاش بالظلمة ظلم أحمد عبد القادر ظلم أحمد عبد القادر من كولر كولر بيشوفه على حباب عينيه وحدة وحدة النادي الأهلي بدأ المباراة مفيش أحسن ولا أروع من كده النادي الأهلي بدأ بمحمد الشناوي وعودة حميدة ومجيدة وجميلة لأكرم توفيق ورمي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول اللي النهاردة أنا مش هقصه عليه ومش هحمله خروج النادي الأهلي لكن علي معلول لعب ضربة الجزاء بيرعونة وباستهزاء كبير جدا لكن لعب فيه ثلاثة في وسط الملعب لعب بيه أليو ديانك اللي تغييره أنا ما كنتش فهمه ولعب بيه ماروان عطية اللي كان أقل أداء النهاردة ولعب بيه إمام عشور اللي فعلا اللعب ده إضافة للنادي الأهلي وعمل مباراة كبيرة 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 ولعب بالسلوسة الأمامي حسين الشحات اللي كان مختفي تماما وأهضر هجمات كتير جدا للنادي الأهلي وبيرسيتاو أيضا المختفي اللي مأفول عليه وصاحب راكلة جزاء النهاردة كانت ممكن تغير نتيجة المباراة لأكتر من كده ولعب بكهربا اللي حاول على قد ما قدر النادي الأهلي بدأ ضاغط بكل قوة وبكل يعني النادي الأهلي كان لازم يستغل أول ربع ساعة ويحرز هدف وفعلا جات لنا ضرب الجزاء في الدقيقة السبعة ولكن علي معلول أهضرها والنادي الأهلي فضل ضاغط ضاغط كرة كهرباء اللي في العرضة والفراط كهرباء اللي تمريرت إمام عشور لي في الدقيقة 21 اللي ضيحها كهرباء بغرابة كبيرة لكن هي دي طبيعة كرة القدم من جد وجد ومن زرع حصد كلر ما زرعش عشان كده ما حصدش كلر عناده مع بعض اللعيبة في النادي الأهلي النهاردة بينعكس عليه النهاردة النادي الأهلي لعب شوت أول جميل 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 مضيع أربع أهداف ولا أروع ومضويع رقلت جزاء ولكن السؤال اللي لازم جماهير النادي الأهلي دايما بتسأله لحد إمتى إدارة النادي الأهلي مش هتقدر تتعاقد مع مهاجم فذ انت بتلعب في بطولات كبيرة جدا بناء على إيه تعاقدت مع مودست بناء على إيه لاعب 35 سنة هتقول لنا بنفس طلبات المدير الفني لازم يكون عندك إنت كإدارة وكمجلس إدارة وكالكابتن محمود الخطيب أسطورة مش محتاج إن حد ينقيله لعيب النهاردة مودست أثبت للجميع إن هو مش موجود كهرباء كان أفضل منه ولكن التغييرات يا جماعة كان فيها علامات استفهام كبيرة جدا أنا أول مرة أشوف مدرب في الدنيا متأخر بهدف عايز يكسب يشيل مهاجم ويحط مهاجم يشيل جناح ويحط جناح يشيل وسط ملعب ويحط وسط ملعب إزاي؟ إزاي وانت متأخر على الأقل بهدف انت عايز تتعادل الأول إنت عايز تتعادل هتنزل مودست نزل مودست بس مع كهرباء هتنزل رضا سليم نزله بس على حساب حسين الشحات تمام هتنزل النهاردة أنا من وجهة نظري إن عحمد عبدالقادر أي نعم هو في جزء من الأنانية وليس الجماعية ولكن عبدالقادر كان المفروض يبدأ من بداية الشوط التاني على حساب حسين الشحات المختفي تماما إزاي مارس الكولر أنا معرفش إيه الحكمة إن انت تستنى للديها 65 و 75 و 75 عشان تغير يا رجل انت متأخر بهدف ده انت المفروض تدربك الدنيا عليهم انت متأخر بهدف أنا مش شايف غير مدرب سندونز كل شوية يرزع تغير كل شوية يرزع تغير كل شوية يرزع تغير وإنت واقف تشوح للحكام وتعترض وتعمل وتسوي أنا شايف إن الأداء الفني بتاع مارس الكولر قال كتير جدا جدا عن المسم اللي فات قال كتير جدا وبدأ يمشي على نهج مسماني ونهج الاضطهاد إن هو بيتطهد لاعب يا جماعة لازم يكون في تدخل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولازم كل المشاكر دي تنحل النادي الأهلي كده تاني بطولة يخسرها بطولة أسهل ما يمكن النهاردة كان النادي الأهلي لو كسب كان حيلعب الوداد المغربي كلا كت تالت مرة نهائي بطولة إفريقيا وبطولة جديدة إنت اديت البطولة لساندونز على طبق من دهب فيها إيه لو النادي الأهلي لعب في جنوب إفريقيا بنفس النهج وبنفس المنطق وبنفس الإسلوب اللي لعب في السادة القاهرة النهاردة المانع المانع إن أنت كنت تلعب كده هناك في جنوب إفريقيا المانع إن أنت تلعب جميع مبارياتك بالشكل ده سيبك من إحنا خرجنا من البطولة أو خسرنا دي مش آخر الطريق ولا دي آخر بطولة الأهلي عيدخلها ولكن بطولة جديدة وإنت كنت المرشح الأول للفوس بالبطولة إنت اللي ضيعتها من إيدك ليه؟ علشان فكرة عقيم اضطهاد لاعبين تفكير تغييرات خاطئة ولكن للأسف مرس الكولر أداء الفن قال لي كتير قال لي كتير طيب أنا من وجهة نظري التغييرات وحضراتكم يا ريد برضو لو أنا لو لكم رأي تاني رضى علينا في التعليقات من وجهة نظري الأهلي كان يبدأ الشوت التاني بنفس التشكيل خلاف حسين الشحاك يريح وينزيل أحمد عبدالقاتر طيب لقيت بيرسي توتعب يا عمي حط رضى سليم اللي يعني نحن بنتمناله الشفاء إصابة في الطرقوة يعني يريت يعني رضى سليم نتمناله العودة السريعة للملاعب لأنه فعلا اللاعب مفيد للنادي الأهلي ولكن انت إيه الفكر اللي انت تشلت مهاجم وحطيت مهاجم إيه الفكر في كده طب إيه الفكر اللي انت شلت يلاعب وسط الملعب أليو ديانجي ما كانش يطلع أليو ديانجي ما كانش يطلع طيب انت تطلع مراوان عطية وما تطلعش أليو ديانج أليو ديانجي سريع ما يطلعش راجل قوي في الالتحامات وهم لعبة ساندونز الله أكبر عليهم يعني التحامات قوية جدا الفكرة ان انت شلت حسين الشحات وضعت ريدا سليم تمام شلت كهرباء وضعت مودست شلت أليو دينجو وضعت أفشا هو ده موتش أفشا يعني أنا عايز أفهم هل ده موتش محمد مجد أفشا مش موتشه مش ده الموتش اللي أفشا يلعب فيه انت لعيز لعيب سريع لعيب مهاري لعيب يخلص ولكن انت بتتحمل للنتيجة النهاردة انت يا كولر انت اللي تتحمل النتيجة مش عالي معلول ضربة الجزاء اي لاعب في العالم بضيع رقل الجزاء اي نعم هي منشاطة بروعونة تمام والحارس الاسمه ويلين ده حلو جدا في طرقلات الجزاء ولكن احنا مش هنحمل المباراة العالم معلول خلاص ده اللي ضربة الجزاء ضائعة في ديئة التمنى الديئة التمنى يعني اعتبر في ديئة المباراة يعني انت معاك الموتش كله ما اردش الموتش كله طب هل انت مثلا الناس اللي هم في دكرة الاحتياطة طب انت بتشوفهم مثلا ولا انت بتفتكرهم يعني ده انت الموتش بتاع سينبا التنزاني هناك يعني ديئة 85 تمام وما غيرتش او اللي كان هنا في مصر اه اللي كان هنا في مصر لما الاهل دخل فيه جون من سينبا طلحت ثلاث تغيرات تغيرها لما الاهل اتعادل جيت نععتهم جنبك ايه عم الحق انت بتعاندنا ولا بتعاند في نفسك ولا بتعمل ايه بالزبط انا اتمنى ان كولور يراجح حساباته والف مبروك لساندونز وحظ اوفر للنادي الاهلي وجماهيره وانا بجد حزين ان احنا نخرج على ايد ساندونز لكن هي دي طبيعة كرة القدم ومش نهاية الطريق ومش دي اول والاخر بطولة الاهل هيدخلها يخسرها او يكسبها ولكن لازم يكون عندنا وعي تكتيكي لازم مارسل كولور يقرى المباريات بشكل افضل لازم يحل مشاكله مع جميع اللاعبين لان الخلاف بين اللاعبين وبين المدرب ده مش في مصلحة الفرقة انت بتخلي الفرقة تخسر عنصر مهم جدا زي احمد عبدالقادر اللي كان مكسر الدنيا مع موسيماني لو تفتكره لكن هي دي نهاية البطولة وهارض لك لنادي الاهلي وبالتوفيق في المبارات اللي جاية ان شاء الله ريت يا صديقي لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك الجميل وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد اشوفك على خير مع السلامة اشتركوا في القناة